السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحباته في الله أهلاً وسهلاً بكم في فيديو جديد كما وعدتكم أن أبين لكم حقيقة جماعة الدعوة والتبليغ أو ما يسمون جماعة الدعوة أو الأحباب تلك الجماعة البدعية المنحرفة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ماذا يدعون؟ يدعون إلى جمع الناس وزيادة أعدادهم ليس دعوتهم إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم فدين محمد هو الدعوة إلى التوحيد وهؤلاء ما عندهم الدعوة إلى التوحيد لأنهم لو دعوا إلى التوحيد فيجب عليهم أن يتخلصوا من القبور والشركيات والبدعيات التي عندهم على سبيل المثال محمد إلياس الكاندهلوي أين قبره؟ في المسجد نعم يتبركون بقبره في المسجد هو مؤسس جماعتهم وهو كبيرهم الذي علمهم البدع والخرافات هذه الجماعة التي لها وجهان وجه مزور ووجه حقيقي الوجه المزور هو السلم وحب الناس ودعوة الناس لكن هيهات إذا تكلمت على هذه الجماعة فأنت وهابي خبيث يصرحون بذلك ولا يستحون ولا يخجلون نعم هذه هي حقيقة هؤلاء وهذا هو مؤسسهم أنا أنصح الإخوة أن يتابعوا بعض التعليقات التي علق عليها بعض الناس في الفيديو السابق الفيديو بعنوان اعتذار إلى جماعة الدعوة والتبليغ فقد ذكروا ممن كانوا معهم وكيف كانت طريقتهم وظلالهم وانحرافهم ثم هداه الله سبحانه وتعالى وخرج من عندهم وبعد ما خرج هددوا وطعنوا فيه واتهموا أقول لكم احذروا من هذه الجماعة الصوفية التي تجتمع على أربع طرق صوفية منها الجشتية الذي هو ينتبه إليه محمد إلياس الكاندهلوي هذا الرجل ولد عام 1302 هجري وتوفي عام 1363 هجري محمد إلياس بن محمد إسماعيل الديوبندي الجشتي الكاندهلوي ثم الديهلوي والديوبندية نسبة إلى مدرسة دار العلوم بديوبند وهي مدرسة تتبنى العقيدة الماتوريدية التي تعرف الإيمان بأنه اعتقاد القلب وتنكر زيادة الإيمان ونقصانه وتنفي علو الله على عرشه كما تتبنى التعصب للمذهب الحنفي ذلك التعصب الذي يعني الاستمساك بالمذهب ولو خالف أدلة الكتاب والسنة ويزعم الديوبندية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس هذه المدرسة بل شطحوا بعيدا فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليها أحيانا هو وبعض أصحابه لتدقيق حساباتهم خبتم وخسرتم الجشتية طريقة صوفية هندية تنسب إلى خواجة معين الدين الجشتي ومن عجائب الجشتي هذا أنه اختبر شخصا أراد أن يكون مريدا عنده بأن يقول له لا إله إلا الله جشتي رسول الله فقالها فبايعه ثم أخبره أنه أمره بذلك اختبارا لطاعته وانقياته نعم هذا الكلام الذي أنقله كله مدوّن في كتبهم وكتب من تحدث عنه أما الكاندهلوي نسبة إلى موطنه كاندهلا الديهلوي نسبة إلى دلهي عاصمة الهند وتسمى اليوم أيضا دلهي نأتي إلى التصوف عند هذا الرجل يدافعون عن شيخهم أنه ما عنده شركيات ما عنده خرافات وأنا ذكرت لكم أنه جشتي وقد بايع الشيخ رشيد الكنكوهي وهو القائل وأحلف بالله أنا لست بشيء إلا أن الهداية والنجاة في هذا الزمان تتوقف على أتباعي هذا شيخه يقول هذا يعني لا هداية ولا نجاة في هذا الزمان إلا باتباع جماعة الدعوة والتبليغ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إي يقولون إلا كذبة ثم جدد البيعة على يد الشيخ خليل السهرنافوري واستفاض منه كيف ابتكر محمد إلياس هذا الكاندهلوي فكرة الخروج التبليغي هو يقول عن نفسه اسمعوا الدجل والشعوذة أمرت يقول أمرت بالقيام بهذا الأمر أثناء إقامتي بالمدينة المنورة وقيل لي سوف نستعملك نكلفك بعمل هذا كلام كأنه نبي من يستعمله؟ من يكلفه؟ رب العالمين يعني يوحى إلي فهل كان نبيا يوحى إلي؟ ويقول ألقي في روعي تفسير الآية المذكورة أي آية كنتم خير أمة أخرجت للناس وذلك أن مثلكم مثل الأنبياء وعبر عن هذا المعنى بكلمة أخرجت إشارة إلى أنكم ستخرجون من دار إلى دار ومن بيت إلى بيت لا تستقرون في مكان وتفسير أخرجت بالخروج التبليغي هو من تفسير القرآن بالرأي المحض الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا لغة بل المقصود أظهرت وأبرزت للناس كنتم خير أمة أخرجت يعني أظهرت وأبرزت للناس كما يعرف ذلك بالرجوع إلى كتب التفسير المعتبرة يعني تخيلوا أن أساس هذه الطريقة مبني على المنامات بحيث جعلوا المنامات والخواطر مصدرا لمعرفة معاني القرآن وهذا والله مزلق خطير يؤدي إلى إفساد الشريعة وأن شريعتهم فاسدة شريعة التي يتبعونها فاسدة بسبب فسادهم والتعبير بالإلقاء في الروع هو مضاهات لأحد أنواع الوحي وصوره التي يجيء بها الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما مصدر الأصول الستة لأنهما عندهم الأصول الستة أو الصفات الستة حسب مزاعم محمد إلياس من أين أتى بهذه الأصول؟ قال محمد إلياس أنا لم أضع ضوابط هذه الجماعة من قبلي ولا بإرادتي بل أعطيتها وأمرت بالعمل طبقا لها من أعطاك يا يا محمد إلياس؟ من أين أتيت بها؟ من الشيطان وإلا فهل كان نبيا يوحى إلي ويؤمر؟ ما في حل وسط يعني من أعطاك يا المنامات الشيطانية؟ أو أنك نبي؟ وقد ذكر بعض الباحثين أن الأصول الستة أول من اخترعها بديع الزمان النورسي ذلك الرجل الصوفي المتوفى سنة تسع وسبعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا محمد إلياس وإنما أخذها محمد إلياس عنه يعني أخذها محمد إلياس من سعيد النورسي طبعا محمد إلياس ينسب خروجه التبليغي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان لزاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من بيته ويخرج الناس من بيوتهم في سبيل التبليغ وأنا أسأل أين الدليل على ذلك يا محمد إلياس؟ ثم إذا كانت هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا يقول في مواضع أنه ألهم هذه الفكرة في منام؟ وفي مواضع أخرى أنها ألقيت في روعه تارى يقول بالمنام وتارى ألقي في روعه ألقي في روعه عمل الأنبياء يجمع بين نقيضين محمد إلياس ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض أعمال الأمة على رسول صلى الله عليه وسلم وكلما ازداد تشجيعك في سبيل التبليغ ازداد فرحه بك يعني محمد صلى الله عليه وسلم يفرح بك ويرتاح وينبسط لنصبك في قبره المبارك خبت والله وخسرت الرسول يفرح عندما يخرج محمد إلياس وجماعته ينشرون البدع والخرافات والشركيات أين الدليل؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح بالبدعة؟ نأتي إلى موقف محمد إلياس من قصيدة البردة الشركية يقول عنها قصيدة البردة عندنا من المقرر قراءته على العلماء وهذه القصيدة سيئة جدا فيها ومن علمك علم اللوحي والقلمي قصيدة فيها الغلوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغ إلى درجة الشرك بالله والعياذ بالله